بيتزا عربي لليالي اشتوية تعرفوا اشتاة ليلو تويل اه تعشينا ومبعد عملنا هكا قم تحريش هكا ليلية بيتزا في عوض نعمل خبز قاتو قولناي حبل مملحات عملت بيتزا كيفاش المكونات متاحة حتيت متى يسرة من الماء دافي حتيت مغرفة سكر مغرفة ملح ومعها باكو خميرة متع يعني خبز ومبعد خليتها تختمر وزدتها بتدريجيا الفارينا حصيله عملتي هذية اللي تشوف فيها ما يقارب على 600 جرام فارينا اه في العادة نلمها بالحليب نعرفوا معنتها الحليب اه مزيل هكا فيه اقولوا احنا كل ازمة هكا مفقودة شوية وليت اخترت عملتها بالماء مش اتش كيما بالحليب لكن مش مشكل تفي بالغرض هذية كيما تشوفوا الاعشاب الجبالية تتمثل في الزعتر والكريل نجم نضيفه معها المرتقوش نجم نضيفه معها اه خاصة لحبق في الوصفات اللي كيف انحقق اه عملت زيدة اكسوس اه تمات اه بسلسة تماتم حتيت تماتم معناتها فرشكة وحتيت معها شوية تماتم اه معجونة اه قرن فلفل حار اه شوية هريسة شوية بصل شتوي شوية ثوم اه ما حتيتش لفحات حتيت زيت زيتونة وخليتها هكيكا كيما يقولوا برمت عازب والتيب وحدها هذ هي اللحبق اه اللي مزال عندي ان شاء الله ان شاء الله مزلت هني بش نعاول العلت رمضان من الاعشاب اللي معنتها نستحق لها في اللي سوس هذو ما انا نخير الاعشاب هذه نحطها هي بيدها اللي بش نستعملها معتها فوق العجينة اللي في السوس نحطها فوق العجينة اهوكا منها اهوكا تيب معها البات ومنضيف هاش في الاخر على خاطر هي نعرفوها كحرشة شوية حاشيكم في الفم اه دونك نخليها هوكا مش تتحرق بتبيع على خاطر بعد مش نحط فوقها اه واذي كلا مش نضيفا في الزعتر والكليل نحبز نضيفو هو معنتها ارتب يعني مرحي عالخر سينار اني نضيف شوية نعناع ولا شوية احبق. هذي جبن معه المزار العربي. اه يعطيه نكهة يعني لذيذة ياسرة في البيتزا ونخيرها اه انا البيتزا النوعية هذي العربي نخيرها بليش اه طنه بليش اه حتى شاي تجي بنسبة ليا انا كذوقي انا اه تجي ابن خاصة كي يبدأ جبن اه يعني المصدر متاع وموثوق به معناتها عربي وعلى العقل لاني السوسة هيك طيب احنا ثلاثين تيب اه حتيتها فوق البات نجم ونحطوها من لول السوسة ما انا حبيت البات كيك تتنفخ كما تشوفوا فيها جيها كيك اخشينها شوية كيما قلت في اول الفيديو اليوم ما خيرت باش نعمل بيتزا عربي وانشالا في مواعيد لحقة نعمل بيتزا تليانية على اصول هذي ده نعرفو احنا ضوقنا اتوين سيشبه يسر في الماكلة الضوقة تليم من البات اه العجين اللي والبيتزا والمعجنات بالنوعية هذي وبتبيع عنا الاضافة امتاعنا ونجم ونقولو حتى تاريخي نراهو معنتها كيف الباستا ولا المقرونة رأي اصلها معنتها اه صحيح ايطاليا مشهورة بها وكل شيء لكن زده اه حسب ما نعرفو معنتها حسب معلوماتي اللي اه تلاقي نخذيه والمقرونة والباستا على العرب والله اعلم ده وزيدنا بحث في الموضوع ونجيب لكم السحيح ان شاء الله من هنا الرمضان المعظم ان شاء الله لاني قعدت نجبد بالكعبة بالكعبة البيتزا وهو كمانتها اه نجبد كعبة نحط لها الصوصة متاحة وبعد ما راجعيش في بلاستها نقلب البلايس وحتى لنا اتي بالكل في كل ما اختيت ليش برشا وقت الحق تقريب ما يقارب احنا حتى اقل من عشرين دقيقة على خاطر الفرن راهو اللي عندي اه قوي يسر وهوك كل مرحلة اوك ما يقارب على خمسة دقائق ما نجبدها وبعد نحط فوقها الصوص وبعد حتيت اه اه جبن جبن الحق كيف حتيته راني مبعد سي خليتها في الفرن ما يقارب على خمسة دقائق اما راني قصت عليهم ما خليتوش يخدم الفور خليت المروحة تخضب اه بشكل حرارة ديك هتتوزع وكهو وما حليتش من فوق جملة اه الشاوية ما حليتش اه عليها اه كي ما تشوفوا اه لهنا بش نطفي الفرن ونخليها هكيك بشك جبنة ذاك يسيح ومنحبوش يتحرق لي وهي مسألة اه اذويق وبما انه خطر اه جبن هكي يقولوا احنا كريير ومزاريلا عربي حبيت هكي معنتها نستنفو بها ودقى داك اللي نقولوا احنا تعمى فيها هنا قعد هاكي نشوف فيها معنتها الوصفة نجحة ولا ليه ان شاء الله هاكي في مرة قادمة نوري لكم معنتها لزيتاب الكل متاع اه البيتزا حبيت اللي هنا اكا نودكم اه بالنسبة معناتها اللي حايرة في دبارة ولا حاجة هاكي تنميشة صغيرة تنميشة كيما تنميشت تنسية اه سحبتي نجوة اه حاصلوا الهني قلت اه حبيت هكي نودكم هكي بوصفة على الطاير معنتها بالنسبة هكي ونشجعكم بزيدة نسكو لتعرف ان امرا تسيب البيتزا هاكي وحتى خير من هكي تجيبوها وبقوا تحبوا تعملوا فيها كيف نحكا ولا الكبار ولا زيتون ولا اعظم مصموط برشوها فوقها اه اش ما جاي زازي ولا تخليوها كيف هكي تاخذوا راي تخليوها جبن وتماتم وكنوك همتاع زيتونة والاحشابة هذي كمانتها الجبالية اه يربي ورذاك وتكون سامبل وبسيطة ولذيذة ياسر ولكم الاختيار انا هوكا عملتها عملت اللي عليا وبعد فوق الطاولة هوكا اللي حبي يضيف كبار اللي حبي يضيف سيتون اللي حبي يزيد جبن يبرش هوكا انا لذيكا هو قد جيد متاع البرشان اه كيف كيف حتيت معها التن نجمو في عوثة التن اسكالوب مرقز اه اللي هو كيما قلت انا نحبذها يعني من غير تن جربتها هكا وجربتها هكا انا ديما اه البيتزا العربي هكا نحبها بالسكالوب ولا هكا بجبن برشة جبن فيها نزيد جبن ولا محالة ديما بنينا رابطن ولا اللي غيره المهم حاجة هكا كيف ان هكا خفيفة وتعدينا السهرية اه قلنا ليلة تويل ونستحقوا هكا وصفيت كيف ان هكا ونشجعوا منها نشجعوا بعضنا ولكثرية تحفيز فيديو تحفيزي الحسيلو الى اللقاء في وصفة زمنية من الزمن الجميل